رقمنت القطاع في شقه مثلاً الإطهام استعملت كل الوسائل الرقمية الحديثة من أجل ترشيد نفقات الإطهام وقد اقتصد قطاع تعليم العالي والبحث العلمي قيم مالية كبيرة جداً تقدر بمليار دينار على سبيل المثال فقط مليار دينار شهرية فاستعمل كذلك استعملت الرقمنا في النقل وبالتالي لدينا لحد الساعة 5800 ناقلة وضعت كلها في خدمة الطالب وبالتالي يمكن لأي طالب عبر هاتفه النقال أن يعرف مكان النقلة سرعتها مكان وجودها هل هي شغالة أم لا إلى غير ذلك إذن هناك ميكانيزمات عصرية أدخلت إلى الخدمات أولاً من أجل تحسين هذه الخدمات ثانياً من أجل ترشيد نفقات المال العام الذي وضع في خدمة الطالب ترجمة نانسي قنقر